السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم متابعي قناة كورا سبورت معاكم محمد زدان فيديو جديد ان شاء الله واخبار جديدة ولكن في البداية وزي ما احنا متعودين ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين ايضا جمهور النادي الاهلي ما ينساش يدعي لمؤمن زكريا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر بالشفاء العاجل ان شاء الله النهاردة ان شاء الله هنتكلم كده عن اخر اخبار النادي الاهلي وموعد ظهور الصفقات الجديدة والمعارين وايضا احمد الشيخ يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري بعد بطولة افريقيا واول تعليق من النادي الاهلي على ضم افشا والشحات لسان داونز وفي نهاية الفيديو بتمنى من حضراتكم تسمعوا كده الدروس المستفادة من احداث فضل وقهرباء هتفرق كتير جدا جدا معنا بعد الدروس يعني لميت كده لحضراتكم بعد الدروس المستفادة من موضوع محمد فضل وقهرباء في البداية نبدأ على بركة الله ولكن ما تنسوش تدعم الفضل الفيديو بلايك عشان نقدر نوصل لاكتر عدد من المشاهدين والمتابعين طيب واضح كده ان في ناس بتحب تركب الترند النهاردة كابتن احمد حسن السقر بيقول ان المشكلة بتاعت كهرباء وفضل انتهت بقاعدة عرب وبشاي ولمون الاهلي مش بيحل مشاكله بالشكل ده يا كابتن احمد الموضوع يعني مشكلة كانت حصلت في الملعب امام الجميع وتحلت لما العقلاء اتدخله كلنا شوفنا مدخلة كابتن محمد فضل في قناة النادي الاهلي وكل طرف كده قدر الطرف الاخر والموضوع ما كانش لا يبعتدى على حكم او شد من ودانه السماعة اللي كنا نتمنى من حضرتك تطلع تدافع عن الحكام والحكم اللي فرجاني زقه في وشه وخد منه السماعة لو عندك مشكلة مع اتحاد القرح اللي هابعيد عن النادي الاهلي كنت حابب بس ان انا اوجه رسالة دي لحضرتك يعني عشان ما تتكلمش عن النادي الاهلي تاني وان شاء الله العودة للمران يوم السابت بالصفقات الجديدة ابرز الصفقات طاهر محمد طاهر نجم المقالون العرب ونجم النادي الاهلي واحمد حمدي عبدالقادر وهولو حضراتكم مين احمد حمدي عبدالقادر وايضا صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف واكرم توفي احمد حمدي عبدالقادر يا جماعة العائد الفريق مرة اخرى بعد رحلة احتراف في الدوري اتشيكي اربع لاعبين في الزمالك يشتركون غدا قبل تمام الشفاء اولهم محمود علاء والوينش وحازم وعبدالله جمع ثلاث لعابين يهددهم الانذار الثالث بالايقاف مصطفى محمد وطارق حامد ومحمد ابو جبل غياب ايضا ثلاث من هؤلاء السبعة سيؤجل نهائي البطولة تأجيل تاني يعني لو حد كده من السبع دول او مثلا علاء والوينش وحازم وعبدالله جمع حد من خط الدفاع اتصاب ممكن يأجرولنا المطش تاني مفيش سبب لا يا كابتن في حضراتك غلطان السبب معروف ده هي امنية احمد الشيخ يرحب بالانتقال الاتحاد السكندري حرحيله من الاهلي نهاردة محمد مصلحي استاذ محمد مصلحي عفوا رئيس النادي الاتحاد اتحدث كده مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عن بعض اللاعبين زي حسين السيد واحمد الشيخ وسيتم حسم الامور ان شاء الله بعد نهاية افريقيا بإذن الله ومن جانبه ايضا علق احمد الشيخ وقال انه موافق على العرض طيب طبعا قدوا يا جماعة الخبر دلوقتي ده اللي هو سانداونز يطالب رسميا او يطلب رسميا افشا وحسين الشحات الخبر ده كل الاعلام بيتكلم فيه من الصبح وقالك دخل نادي سانداونز الجنوب افريقي مفاوضات جده كده مع النادي الاهلي في طلب يعني الحصول على خدمات حسين الشحات ومحمد مجد افشا خلال انتقالات الصيفية القادمة كل ده كلام جميل وايضا قالك مقابل اتنين ونص مليون دولار في اللاعب يعني حسين اتنين ونص مليون دولار وايضا افشا اتنين ونص يعني خمسة مليون دولار في الاتنين اللاعبة وقالك ان هما بينتظروا الرد من النادي الاهلي ونادي الاهلي مأجل التعاقد يعني لحد بعد بطولة افريقيا طيب قالك كمان العرض ده في ظل نية يعني في ظل نية النادي الاهلي لحصول على خدمات سيرينو طيب اول تعليق بقى خدوا الكلام المهم قلت لحضراتكم في البداية ايه اللي كان على الساحة النهاردة طيب منذ قليل بقى اول تعليق للنادي الاهلي على طلب سانداونز لأفشا والشحات كابتن سال عبد الحفيز طلع ونفى وقال اللي بتردد حاول تقدم مامولدي سانداونز بعرض لضم افشا والشحات قالك كل ده لوجود له اي اساس من الصحة وقالك معروفة غرضها تشتيت اللاعبين طبعا يا جماعة مثلا واحد زي حسين الشحات طبعا حسين الشحات مضحي بملايين الدولارات عشان يجي النادي الاهلي ولكن في الفترة دي احنا يعني السنة كلها شيء والخمستاشر عشرين يوم دول شيء تاني خالص خالص شيء تاني خالص فعلا فيشتغلوا على اللعيبة منهم طبعا اللعيبة دلوقتي في راحة فلما اللعيب يتابع اه ده سانداونز مهتم بيا ده النادي الاهلي موافق كل دي بتصير البلبلة وقالك من المعتاد يعني ان لو في اي عروض فامير توفيق مدير التعقدات بيتحدث مع كابتن سال عبد الحفيز وقالك ان امير ما كلمنيش في اي حاجة وقالك الانباء دي لا اساس لها من الصحة وتم ايضا حديثه وقالك موسيماني كان من المفروض ان يسافر لبلده الحصول على راحة ولكنه الراجل فضل ان هو يبقى في مصر الفترة المقبلة طيب نجمل نادي الاهلي من احتفالية التدويج الى شروع في قتل 750 الف جنيه سبب خلاف شادي رضوان واهل الضحية واللجوء للقضاء شادي كده كان بيصير بسيارته وصدم سيدة اثناء عبرها للشارع وما شافهاش ولما الناس نبهته يعني رجع تاني واخدها وراح المستشفى طبعا عكس للناس قالته طبعا كما تردد كده ان اللعب خبطها ومشي ومرضاش يبص عليها وبعد ثلاث ايام من الوقعة على من نادي الاهلي او يعني علم من نادي الاهلي بوفاة السيدة الذي صدمها بسيارته واقارب المتوفاة طلبه تعويض مالي قدره 750 الف جنيه ولم يتوصل الطرفين الى اتفاق بسبب المبلغ المالي شهادي شافل ان المبلغ مبالغ فيه وايضا اهل المتوفاة بعدها قراره اللجوء للقضاء طبعا الحكم اللي كان النهاردة سنة سجن و1000 جنيه على شهادي طبعا الحكم يعني هيتم تخفيفه او الغاؤه لان شهادي ما حضرش اي جلسة ولا اي محامي المهم طبعا النهاردة 13 لعبا في مران المنتخب الاول اول مران للمنتخب الوطني بدون لعيب النادي الاهلي خطوة قوية جدا جدا من كابتن محمود الخطيب مبعدش اي لعيبة لمنتخب البدري خاض النهاردة منتخب البدري لكرة القدم مرانه الاول اليوم خلال معسكره المفتوح بستاد بيترو سبورتس بالتجمع الخامس استعادات دا لمواجهة منتخب توكوز هابا وايابا يوم 14 و17 نوفمبر الجاري طيب الدروس بقى المستفادة اللي كنت حابب اوضح على حضراتكم في مشكلة محمد فاضل وكهربا طيب ايه يعني ما الذي اوصل هذا الاحتقان بين كل ما ينتمي للنادي الاهلي المصري نادي القرن من جمهور ولعبين وجهاز فني واداري ومجلس ادارة وبين الجهات المسؤولة بالدولة عن الرياضة بصفة عامة ولعبة كرة القدم بصفة خاصة حلق خاصة لحضراتكم في النقاط التالية نبدأ بوزير الرياضة الراجل المحترم الذي بدأ حياته كاستاذ بكلية التربية الرياضية بالهرم وشغل منصبا في نادي الزمالك مديرا للتسويق ثم عينة وزيرا للشباب والرياضة بوزارة الدكتور مصطفى مدبولي الذي ينتمي ايضا لنادي الزمالك المنافسة التقليدي للنادي الاهلي طيب قام الوزير الزمالكوي بترشيح لجنة خماسية لتدير نشاط كرة القدم في مصر مؤقتا وكان اختياره لخمسة اسماء على رأسهم ويرأسهم كبير مشجيع نادي الزمالك وكان دائما مكانه بمدرجات الدرجة الثالثة يمين متزاعما جمهور الزمالك بمدرجات الدرجة الثالثة وله مواقع بالانترنت وايضا شهدنا على وقائع اشتباكه مع الجماهير المنافسة الى اخره لا غبار في كل ذلك لان من يشغل هذه المناصب بالتأكيد سيكون له خلفية انتمائية لاي من الاندية الجماهيرية بمصر ما عندناش اي مشكلة ولكن اللي يعني يشغلنا من يشغل هذه المناصب ايا كان انتمائه لابد ان يدير هذه المنظومة مهما كان حبه لنادي يديرها وهو مغصوب العينين يتوخي ويتحرى لعدالة قدر استطاعته فيكتب الله له النجاح في مسيرته ويجد من يدافع عنه عبر وسائل التواصل الحديثة والفضائية حتى من الجمهور المنافس حين يلتبس عليه الامر في اي موضوع لان الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه طيب اما ان تكون كل تصرفات المسؤول هل هي الكيل بمكيلين بين القطبين المتنافسين واستخدام السلطة في الاضرار او الاضرار بطرف ومناصر الطرف منافس طبعا ده اللي ما نرضاش عليه فينقلب الوضع ضده مهما كان منصب هذا المسؤول ونحن كلنا مصريين مهما اختلفت انتمائنا ونسعد بتحقيق اي تقديم لاي فريق مصري مهما كان يعني على حق وليس الباطل بتمنى ما كونش طولت لحضراتكم واكون قدرت اوصل لحضراتكم اي معلومة واقرب اي الاخبار واقوم مع حضراتكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة باذن الله اشوف حضراتكم على خير شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا لحضراتكم